يقولون دائماً يحلو الصباح وجمال الصباح بصوت العصافير صوت الطيور وصوت الماء لكن أنا أقول أجمل صباح عندما تسمع صوت الوالد والوالدة تسمع دعواتهم الجميلة تسمعهم وهم يذكرون الله تعلمنا من الصغر وعلمونا آباءنا وأمهاتنا منذ أن يدخلون البيوت وهم يقولون لا إله إلا الله دائماً نسمعهم بالذكر يعيشون بالذكر يجلسون بالذكر ربما آباءنا وأمهاتنا الكثير منهم لم يقرأ ولم يكتب ولكنهم علماء مع الله علماء مع الله عرفناهم بالطاعة عرفناهم بالسجود عرفناهم بالركوع كأنني أتخيل والدتي رحمه الله في سجادتها كل وقتها في السجادة إن جئناها جلسنا معها على سجادتها هكذا عاشوا آباءنا وأمهاتنا عاشوا على طاعة الله فلذلك كانوا يستيقظون الفجر بلا منبهات وبلا ساعات وبلا جوالات كانوا يعيشون مع الله كأنني أتخيل جارنا وهو يذهب للمسجد قبل الأذان كأنني أتخيل أبو سعد القحطاني وهو بدنه ثقيل ومتعب وكبير ويحبو حبونا للمسجد كانني أتذكر أبو فهد جارنا أيضا رحمهم الله جميعا كانوا مدرسة لم أعهدهم والله العظيم لم أعهدهم في الصف الثاني أبدا عهدتهم في الصف الأول في المسجد عهدتهم في روضة المسجد عرفناهم بالطاعة بالذكر هؤلاء هم أبائنا وأمهاتنا عاشوا على طاعة الله وماتوا على لا إله إلا الله محمد رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة وش أعظم من لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة التوحيد كلمة الإيمان كلمة الصدق من أجلها أرسلت الرسل من أجلها أنزلت الكتب من أجلها خلقت الجنة والنار لا إله إلا الله محمد رسول الله من قالها خالصا من قلبه دخل الجنة وش أعظم من هذه الرأي اللي نعيش عليها ونعيش على التوحيد لا بدع لا خزعبلات لا شركيات لا طواف على حجر ولا على شجر ولا على بشر إنما نطوف لله ونركع لله ونسجد لله ونقول دائما الله أكبر ونوحد الله ليلا ونهارا نقوم على التوحيد ونمسي على التوحيد ونصبح على التوحيد وننام على التوحيد وننأ ونموت على التوحيد بإذن الله هكذا هي حياتنا نحن المسلمين والحمد لله فلذلك الله الله أن ندرس الجيلنا القادم أبنائنا أن يعيشوا على التوحيد كما عشنا نحن بسبب آبائنا بعد الله سبحانه وتعالى نريد أن نربيهم على التوحيد نربيهم على طاعة الله نربيهم على الذكر ونجعلنا وياكم من الذاكرين لا شك أن أهمية الأبناء والجيل القادم هم أهم جيل جيل المستقبل جيل الخير والبركة بإذن الله وهذا ما نعهده بإذن الله في أبنائنا في الجيل القادم حياكم الله في برنامج كارزما الحكم